أقرت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز تطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة ارتفاع معدل الإصابة بفايروس كورونا في المحافظة حيث أقرت اللجنة برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبد الحق لتنفيذ رش ضبابي وتعقيم للشوارع والحارات في المدينة وعدد من المناطق الموبوءة وإغلاق المطاعم والسماح فقط بالأكل السفري شريطة الالتزام بالإجراءات الوقائية كما أقرت منع دخول قات لمدة ثلاثة أيام وإغلاق المناطق المصنفة بأنها موبوءة من أجل الرش والتعقيم وتقص الحالات وإلزام جميع الباعة في المحلات التجارية والأسواق بالالتزام بالكمامات والقفازات والتعقيم أثناء ممارسة عملهم